يعني طبعاً محدش يملك في الدنيا إنه يكلم على قواعد ثابتة لإزاي تدير شؤون فرقة سواء كتنادي أو منتخب ومفيش كتاب ممكن تعتبره كمانيويل كده إنك لو مسك منتخب وطني ورايح تشارك في بطولة أو رايح تلعب جيم مهم تعمل إيه عشان تكسب البطولة دي إحنا متفين عادة ويمكن في بداية الحالة قلت لحضراتكم إنه مفيش حد ممكن يقول لأي مدير فني بيقود أي منتخب مهما كان اسمه إنه مشاركتك في البطولة دي تعني بالضرورة الفوز بها ده عمره ما يكون مطلب لا عادل ولا موضوعي ولا منطقي لكن الكلام الحقيقي على تصريحات مستر كارلوس كيروش قبل أيام بسيطة احنا بنتكلم على يوم اتنين أول مطش يوم 11 يعني ارتكام على تسعة يام قبل انطلاقة أول أو أهم بطولة على مستوى القرار الأفريقية بطولة كاس أمم أفريقية فيه كتير من علامات الاستفهام وفيه كتير من الحاجات اللي ممكن تقلقنا أو تخوفنا على الهدف اللي هو بعضمة لسانه بيقول هو ده هدفي الأساسي وهو ده ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة وقت التعاقد معاه وهو الوصول لكاس العالم على أنت الاستفهام الأولى مين ليه الحق مهما كان منصبه أو حجم مسئوليته أنه يحدد لمستر كيروش أهمية بطولة أمم أفريقيا من عدمه مين ليه الحق في التفريط في حق المنتخب المصري ومن وراء جمهور الكرة المصرية في تحقي لقب أو في منافسة المنتخب الوطني على كاس البطولة لأنه يبدو أنه مستر كيروش خد الاتفاق ده على أنه كارت بلانش على أنه إشارة خضرة روح البطولة دي والعبها زي ما أنت عايزه واختر اللي أنت عايزه وجرب اللي أنت عايزه وما تفرقش معنا يمين من شمال تخرج من مجموعات تخرج من دول التمانية الكلام ده مش مهم المهم بالنسبة لنا التأهل لكاس العالم على الرغم أنها بشوف أن البطولة دي تحديدا مؤشر مهم جدا في قدرة المنتخب الوطني على التأهل لكاس العالم من عدم وأقرب مع حضرتكم تصريحات كارلوس كيروش وأتكلم على فرص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا وبالتأكيد طبعا الأهلي حاضر بما أننا 48 ساعة ونبدأ للسعادات والتحضير لبطولة كاس العالم الأندية للحمد لله الأهلي ضامن المشاركة فيها كابتن محمود صالح نيج من نادي الأهلي ووظفنا في السادسة النهاردة مساء خير كابتن محمود مساء خير قبل ما أدخل في تصريحات مستر كيروش النهاردة عايز أخذ رأي حضرتك عن فترة كيروش مع المنتخب المصري الغادة دلوقتي لو قيمناها بشكل عام مبشرة جدا مطمئنة جدا ماشينا على المصاري السليم أو الطريق الصحيح ولا في بوادر ألأ تخلينا نفكر قبل بطولة أمم أفريقيا وقبل مرحلة كاس العالم هو مبدئيا هو الأداء أعتقد أفضل مما سبق من الفترة بتاعت الكابتن حسام البادري إدارته هناك بيحصل بعض التساؤلات في قراراته أو تسلحاته بس أنا من ناحية الفنية أنا شاف أنه هو في النهاية عايز يخلق جو المنافسة يبقى كبير أو بين اللعبة وبعضها داخل الفريق وأنه هو ما بيعتمش لحد معين والمكان متاح للجميع ودي حاجة أنا شافة كويسة يعني دي إنما في النهاية هو بيختار أفضل مجموعة وأفضل تشكيل في المباريات موافع على اختاراته الاختارات النهائية لقيمة المنتخف هو ده اللي احنا نتكلم فيه إنما هو أنا باتكلم هو يعني بيختار المجموعة هتمثله في البطولة اختار المجموعة خلاص وطبعا بالتأكيد هو طبعا طريقة اللعب والتشكيل والآخره هو إحنا بنتساءل بس في الجزء اللي هو يعني اللي أنا شايفه صح اللي هو بس الروح يعني الأجواء في المنتخب غير الغير الأندية الأندية أنت بتتمرن كل يوم اللعبة متواجدة معك وبيبقى فيه سهولة أو الأجواء كلها والتركيز اللعبين مع النادي لأن معظم النادي معظم السنة بتبقى موجود مع الفريق وفيه مجموعة أساسا مش موجودة في المنتخب فطبيعي التنافس على اللعب بيبقى متواجد على طول طول الوقت حيانا بيبقى المنتخب وخصوصا في الفترات دي المحترفين بتبقى بعيدة الأجواء بقى كلها وانضمام كل اللعبين بتبقى فترات قليلة نظرا لتجميل محلي اللعيب المحليين بيبقى سهل اللعيب الدولية بيبقى فيها بعض الصعوبة والمسؤولين في الأندية بتاعته فانت فترة قليلة هو عايز يخلق يعني في النهاية عايز يخلق أجواء التنافس أنا شايف دي كويس يعني تصرحات يعني هو عايز يقول ان ما فيش حد أساسي على طول أو حد يبقى النماء المشاركة دات دي حسب مستوى اللعبين وهو أنا ببدل بغير بعمل يعني قد يكون في بعض التعليقات او يعني احنا عايزين نعرف تفسير لبعض قراراته يعني على سبيل المثال مروان حمدي مروان حمدي هو اللعب بشكل أساسي في بطولة العرب بس هو برضو كان فيه تقييم يعني مروان حمدي تاريخه قليل مع المنتخب خبراته قليلة هو شايف ان دي أقصى حاجة هو عملها مع بطولة العرب وهو شايف ان هو قد يكون بهذا المستوى انه ما يبقاش يعني يعني ليه دور مع المنتخب وطبعا أضافه مؤخرا في ضمن الثلاثة اللي هم كانوا خمسة عشرين وأصبحوا دلوقات ثمانية عشرين يعني هو أنا شاف دي النقطة دي يعني ناحية كويس دايما كده يعني انت مع كابتن أنا مع أجواء التنافس يعني الفرقة الكبيرة في النادي الآله الزمالك طرح ما فيش أجواء تنافس يعني فترات لموجود الكابتن إكرام وكابتن سابت وكابتن أحمد شبير فكل معهم التنافس ده عمل أساميهم الكبيرة فالأجواء دي هو أنا شافها كويس يعني بفتكر ساعة 98 بطولة بوكينا فاسو وكان فيه تصريح شهير جدا لكابتن جوهر اللي يرحمه لما سألوه في واحد من المؤتمرات الصحفية أعتقد يعني أو واحد في الحوارات اللي عملها هدفك ايه بطولة أمم إفريقية قالك إحنا راحين لحقق المركز الثلاثتاشر وجايد فاكر التصريح طبعا والراجل راح أقدم واحدة من أجمل البطولات اللي عابها منتخب وطني ومن بعيد جدا سنة بسنة وصلنا للمبارنة حقية ورجعنا باللقب سنة الثلاثتاشر تصريح كالوس كيروش النهاردة تقريبا مشابه لده هل ممكن إراق في طريقة أو في سكة أنه أنا مش عايز بقى في ضغطة فالأرياحية دي أو الأفضلية دي أو التخلص من حالة الضغط تساعد المنتخب على أن يروح لبيت ولا تقراها على أنه أنا هروح ألعب وأجرب وأعمل ما بدالي وما حدش يحسبني ولا يكلمني على بطولة أمم أفريقيا اللي ليكوا عندي هو الوصول لكاس العالم هو هو تصريح نقول على الأول تصريح كابتن المرحومة كابتن جوهر يا الحقيقة هو ما يقال في الاجتماعات غير ما يقال مع وسائل الإعلام أنا ممكن بتكلم بأسلوب بعرض نقاط بظهر نقاط إنما في الحقيقة لا الحقيقة بقى والشخصية الحقيقة بتبقى موجودة في اجتماعه مع اللعبين هي دي العناصر هي العبية ممكن أنا أقول كده إنما أنا متخيل إن كوروش برضو إحنا جايين وجايين نفس على البطولة وإحنا أكثر الدول الحصول على البطولات وإحنا أخم واحد على المستوى القارة وضع طبيعي إننا جاية بس أنا هو عايز يعزل موضوع الوسائل الإعلام دي عن التأثير عن اللعبين خلاص بقى إنما هو بالتأكيد طريقته وكلامه واسلوبه هيختلف تماما في اجتماعه مع اللعبين وتصرحاته معه وأكيد كابتن جهري كان كده طيب إحنا شوفنا وتبعنا طبعا مصر كلها تفرجت وتبعت على تصريحات كارلوس كيروش تعالها كابتن محمود دي تصريحات خاصة للسادسة من توم سان فيه ده المدير الفني لمنتخب جمي اللي شارك في البطولة دي تصريحات خاصة لنا إحنا هنا هنعرض على حضراتكم نرى الرجل قال إيه عن البطولة بشكل عام على السعادة منتخبه وعلى المنتخب المصري عن محمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا مع نجميلنا النهاردة كابتن محمود صالح نحن في مجموعة تونيزيا موريتيني ومالي جميع لدي أكثر عمليا من المريض كما أننا لدينا لأننا لكا بالتربط بشكل عام وان نحن هذا لأننا لدينا لدينا کوئم كان لدينا قدرت أول عفقا سنعيد من ويجب أن يحصل على عادي للعضل من المعضل مع بعض المعضل مع عمد من قابون ورنزل ونغولا ونزل ذلك أخبرنا ونحن انتظر لقد ضمن وضع يجب، لقد بيشانتي ويمكننا متأكد من أفقا ونحن أردت أفقا لأيييي أفقا في أفقا في أفقا في أفقا في أفقا في أفقا في أفقا و السينيغال وعلى أفقون ولكن أيضا مدرب كامرون ويوجد مدرب ويوجد نيجيريا ويوجد بأخير ويوجد أفريقان ويوجد أفريقان ويوجد ماروكو ويوجد تونيزيا ويوجد أيضا مدرب كمالي مرة تانية يا كابتن محمود أهلا بحضرتكم اللعيبة نفسها سواء اللي تم استبعادها وهي شايفة أو أنه خلينا أقول طبيعي أنه كل واحد يبقى شايف بأنه جدير أنه يكون موجود في المنتخب لكن أنه أغلب الأراء المحللين والخبراء والوسائل العام أنه اللعيبة دي كانت تستحق التواجد وأنه لازم كان يبقى لها دور أساسي والله بصير في النظر عن ألوان خالص يا كابتن محمود مش بكلم على العيبة أهلي مش بكلم أنا بكلم على العناصر اللي كانت ممكن تبقى بتضيف لقدرات المنتخب الوطني يأثر على الناحية المعنوية للعيبة اللي رايحة لما المدرب يتكلم على أنه البطولة دي مش في الحزبين أنا كنت بقول في أول حالة أنه رهان دايما على منتخب مصر مش على فكرة عندنا كان محترف برا وبيلعبه في أندية إيه بقدم هو الرهان على الروح والحالة اللي ممكن تساعدنا أن نروح لبعيد واللي ساعدتنا بالفعل تحقيق أكتر من لقب رغم فوارق كتير جدا بيننا وبين المنتخبات الأفريقية هو احنا بنأكد برضو مستحيل يكون ده ده رأيه ده كلامه وده توجهه مع عناصر المنتخب لا طبعا هو طبعا مع اللعبين احنا جايين طبعا النافذ هذا طبيعي يعني احنا منتخب كبير وتاريخنا كبير ونملك لعبين قادرين على التنافس وقادرين على إحراز البطولة فالطبيعي هو تقييمه صح يعني بس هو أنا زي ما قلت لحضرتك هو بس عايز يعز الموضوع الكلامي إلي أو في وسائل الإعلام عن اقترارات اللاعبين ومهاجمته أو تصرحاته والتعليق عليها فكرة أنه أشار لأنه التعاقد أو الاتفاق اللي تأمي بينه وبتحاد الكرة في مصر مرتبط بهدف يبدو أنه وحيد على اللي فهمته من كلامي يعني هو الوصول لكاس العالم هل فيه أي مسؤول في أي مرحلة من المراحل ممكن يطلب من مدير فني أن يروح يعني يدور على التمثيل المشرف في بطولة أفريقيا أنا ما بقولش أنه يطلب أنه يحقق اللقب أو يحقق البطول لكن على أقل أنك تبقى رايح بهدف أنك تنافس أنت بطل أنت مش بطل أنت صحب الرقم القياسي في الألقاب الأفريقية هل من المنطقي أو من المعقول من المتصور أنه مسؤول يقول لمدير فني منتخب مصر البطولة دي مش في اعتباراتنا لا طبعا بس هل حقيقة الأمر هل تم هل في التعاقد تم شروط توضعت أنه هو بس مطالب بتحقيق الوصول لكأس العالم يبقى ده خطأ كبير طبعا يبقى اللي عمل التعاقد ده يعني أناسي أقول كلمة براجل ما لن عندوش أي يعني تقدير للموقف خالص إزاي يعني إحنا من الفرقة كبيرة وإحنا بالنافس إحنا في الترتيب السادس تقريبا رقم 6 بعد السنغار ونيجيريا وكاميرون بالظفر السنغار والنيجيريا والجزائر وتولس والمغرب احنا السادس فن السادس كده احنا وراء نيجيريا على طول نيجيريا وفي كاميرون لا كاميرون ورانا بس مستة مجموعات احنا محتوطين الثاني iberal بقى بعدين في الترتيب بس ظهلا يا تحuds على رأس مجموعة عشان بلد مضيف عشان بلد مضيف طيب السؤال سريع أو رد سريع من حضرتك مقدمات كيروش مرحلة كيروش اللي فاتت وهو مقدمات ما قبل أمم أفريقيا تخلي حاك تراهن أو تطمن أنه كيروش قادر يوصل منتخب مصر لهدف الرئيسي اللي هو كلم عليه كاس العالم أو لا؟ عندنا فرصة طبعا خمس فرق بتوصل أنت عندك كماتشين فاصلين ووصلت للمرحلة ما قبل النهائية ده تموع ده مشتوح ده تموع الشخص العادي كل جماهي المصر عندها تموع ده كيروش يقدر يوصلنا؟ يقدر يقدر يوصلنا؟ يقدر بإذن الله خلينا أتكلم على الأهلي وعلى المشوار الصعب جدا والمزدحم واللي يبدأ بطولة كاس العالم مع كابتن محمود في السادسة بس اسمحونا نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضراتكم هفتكر مع حضراتكم كلام اللي قلته في بداية الحلقة تعليقا عن تصريحات كيروش أنه لو أنت من المعجبين جدا من الراجل والمتفائلين بمشواره مع منتخب مصر تشوف أنه الراجل ده قادر على أن يروح بينا لبعيد في كاس أمم أفريقيا ويوصل بينا كاس العالم ولو أنت من العكس أو ناس اللي مش مقتنعة بمشواره كارلوس كيروش مع منتخبنا على الأقل خلينا نراهن أنا وانت كده على لعيبة المنتخب اللي قلت لكم ما عنديش شك في أن عندهم قدرة أن هم يأخذوا المنتخب ويروحوا لبعيد وخدوا بالكم أنه عندنا في السكوات بتاعت منتخبنا الوطني لعيبة شاركة في كاس العالم ولعيبة نجوم في فراها وأسماء من أكبر أسماء في منتخب في الدوليات الأوروبية ولعيبة أبطال أفريقيا على مستوى المنتخب الأوليمبي ولعيبة تانية أبطال أفريقيا على مستوى النادي الأندية وطبعا هم نجوم من النادي الأهلي وبالتالي منتخب عارف يعني إيه شخصية البطن منتخب عارف يعني أنه رايح أو بيدخل بطولة هدفه الأساسي أنه ينافس عليها إذا كان في دور ومسؤولية لعيبة كابتن محمود وخصوصا لعيبة الكبيرة هتقول لهم إيه هو طبعا البطولات ما بتتحققش حتى لو فيه جهاز فني على مستوى عالي فنيا المستوى الفني اللاعبين جيد بنما البطولات محتاجة القيادة الصفات والشخصية الإرادية المتوفرة في لعيبة المنتخب أو لعيبة النادي نحن نتكلم عن المنتخب بأعتقد يعني ما حققه كابتن مثلا حسن شحاتة أعتقد لعيبة سعديته كثير لأن كلهم شخصات قيادية يعني كل واحد يقود فرقة لوحده بدون يعني ذكر أسماء فدي أكيد لها دور كبير أول شخصات اللاعبين وتصميمهم ومصوت طموح بتاعهم وتركيزهم الحاجات النفسية والصفات الإرادية اللي بتتوفر لمجموعة اللاعبين ما فيش شك دي بتساعد كتير أول في تحقيق المتولات إن شاء الله بإذن الله أتمنى مشاركة موفقة يعني وزي ما كنت أتكلم معاكم وزي ما حقيقة كنت بدلتش مع كابتن محمود إنه أنا مش قادر أفصل أو أبعد لتنين عن بعض مشاركة مصر في أمم أفريقيا اللي تخلص نتمنها وليه لأ يعني مش في فبراير وليه لأ مش مجدين في المباراة النهائية وبعدها يمكن بقى اللي من شهر هتكون المبارتين المصريتين بقى المرحلة الأخيرة من تصفات كهس العالم تفرق قوي وانت رايح المرحلة الأخيرة واصل لنهائي أو واصل لقبل نهائي أو على عالي مقدم بطولة قوية بتقول فيها أنك قادر توصل وتمثل قارة أفريقيا روح معك للنادي الأهلي كابتن محمود عندنا فترة التوقف أعتقد إلى حد ما نسبيا يعني طويلة شوية ومن بعدها ندخل في المع معها ندخل في كاس عالم أندية ندخل في بطولة أفريقيا دوري كاس رابطة كاس مصر لو قرر المسؤولين هم يستكملوا الطريعة الأمثل من وجهة نظرك للاستفادة فترة التوقف دي هي طبعا مهم جدا هي والتخطيط الجيد ما فيش شك هو بيوصل الانتاء الجيد وحيوصل اللاعبين بالتوفورم بتاعهم وأفضل حالة تدريبية مع بداية المبرات الرسمية لو تحط تخطيط البرنامج التدريبي بشكل جيد وأعتقد الجهاز الفني أعتقد عنده قدرة أنه فعلا يقدر يخطط المرحلة دي وكان فيه تجارب سابقة سبيل المثال بطولة العالم الأندية وحقنا المركز تالبي جدارة ودي كان تديجة مفيش شك للتخطيط الجيد في وضع البرامج التدريبي ودي بتتم مهم جدا برضو لو دخلنا في تفاصيل شوية طبعا تتأسم مجموعات المجموعات العاملة كانت تشارك بشكل أساسي مع الفريق أعتقد أنها تخطيط معين اللعبة اللي هي منضمة حديثة مثلا من قطاعات الناشئين أعتقد أنها عموم شوية بقطاعات الناشئين عشان المباراة الودية المجموعات اللي كانت تشارك بشكل بسيط يعني هي ممكن تتأسم للمجموعاتين أو ثلاثة ويتحط لكل مجموعة تخطيط جيد في المرحلة دي بحيث يوصلوا للتوب فورم وأفضل حالة تدريبية مع بداية أو مباراة رسمية كسر ربطة فرصة لإيه يعني إذا قلت إذا قيمت البطولة ومفترض البطولة تتلع بيوم 12 ووضح أن الربطة مهتمة جدا بالبطولة دي بيبع أنها البطولة الوليدة أو هي صاحبة البصمة يعني على البطولة دي وهي بطولة كويسة وفرصة كويسة لأن دي أنها تحضر كل عناصرها لكن بالنسبة للأهلي وخصوصا أنك أول خطوة رسمية هتلعبها يعني أو ومالاش رسمية لأنه الرابطة رسمية لكن أول خطوة مهمة أهم بطولة سنة دي الآن ندي الأهلي كسر عالم هي اللي جاية بعد فترة التوقف وبعد فترة غاب الفريق فيها عن أنه يتدرب بشكل جماعي الفترة كافية قبل بطولة مهمة وصعبة زي كسر عالم ترعاني على إيه في كسر ربط هو طبعا لا فكرة جيد ما فيش شك احتكاك هبقى احتكاك قوي الشيء به رسمي فيه فرق قد تكون يعني نقصة بعد اللعبين ومميزين باعتبار مشاركتهم مع المنتخب إنما يعني بشكلك كامل أو بسيط لا بالعكس ما أعتقدش هبقى لهم تأثير قد يكون بس يعني ممكن الفرق يعني نادي الأهلي بيرامدز زمالك وخدين منهم عدد كبير بالضبط إنما ما أعتقدش هتأثر لأنه فرصة كويسة جدا للعبين اللي بقى ينتقلوا بقى أنت حياتك القروية مش هتبقى أنت بديل أو بتشارك بشكل بسيط جات لك فرصة هو هتبقى بطولة قوية وتقدر تثبت فيها وجودك فأنا شايف بالعكس هيكون فيها صراع كبير جدا وتنافس كبير جدا لأن المفروض إن كل اللعبين دي تاخدوا الموضوع بمنتهج جدية فرصة كويسة هتشارك في أكتر من اللقاء قد يكون اللعب الأساسي منضم المنتخب وانت بديل مش موجود في الفترة الحالية عندك فرصة تقدر تشارك أو تقدر تقنع الجهاز الفني بتاعك إنك لا تقلع عن اللعب الأساسي وتقدر تشارك بشكل جيد وفيه ثقة إن الجهاز الفني ده يصق فيك كمستوى وتقدر تقدر المبارات الرسمية بشكل كبير جدا فده فرصة كويس ومن ناحية الفريقة كل أو الجهاز الفني شيء هيستفيد احتكاق قوي ودي حتقرب اللعب البعيد اللي هو بديل من اللعب الأساسي ويبقى فيه تنافس على اللعب بينهم ودي زي ما بقلت دايما نقولها هي اللي بتربط بتتبقى كده لو ما فيش تنافس بين اللعبين وتقارب مستوى الفلقة الكبيرة دي اللي همك هتبقى كبيرة ولو همك تحقق بطول لو قريت معاكم مشوار الأهلي قبل ما نروح لكاس العالم يعني قبل ما نروح لكاس الرابط وكاس العالم لعبنا سبع مطشوات في الدورة ولعبنا مطشين بالسكوات الجديد اللي هتبره مطش واحد مواجهة واحدة في سوبر إفريقيا مع رجاء المغرب إزاي شايف كورت الأهلي السنة دي وإيه الاختلاف بينها وبين السنة اللي فاتت وخليني نركز على الإجابات أكتر وأنا أعتقد إحنا مع نهاية الموسم الماضي والبطولات الكتيرة الحقيقة أنا أعتقد الشيء المؤشر الكويس المستمر هو ثبات المستوى ثبات المستوى عند اللاعبين كأفراد وثبات المستوى الفريق ككل كمجموعة وأنا شاف بال بالعكس أنا شاف متفاعل كبان إن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله هيكون مش هقول أفضل في البطولات أتكلم عن المستوى أن البطولات محتاجة توفيق غير المستوى طبعا إنما أنا شاف فيه عناصر جديدة دخلت في كان بعدة فترات كان بعدة فترة إنما الرابط والتنفس ده مهم جدا داخل الفريق مين كابتن محمود أنا شاف كان طار محمد طار بعيد دخل ودخل خصيق المطش الأخير ده تعال السوبر فيه عناصر تانية جديدة يعني طبعا ودنادي القلب ممكن عنه 18 لعيب أو حاجة أو 20 لعيب ممكن بشاركوا تقريبا معظم المبارات معظم قطة المبارات أنا شاف يعني مش عايز أقول بحد إنه كان بعيد برضو كان بشترك برضو في بعض اللقاءات وحينا برضو بيكون أساسي وإنما بشكل عام أنا شاف يعني إن شاء الله يعني متفائل إن الفترات اللي جاية الأداء يكون أفضل من الموسم اللي جاية إن شاء الله أهم نقطة ممكن عدد اللعبين اللي هم جاهزين أنا فاهم طبعا ده بالعكس أنا شاف أنه فترة الكسر رابطة دي هتبقى فرصة تجييز القيمة بالكامل يعني كله ياخد جرعة تنشيطية كده بحيث أن أوراقك كلها تبقى في أعلى مستوى مستويتها قبل ما تروح كاس العالم بس النقطة المخوفاني أو اللي ناس كتير من جمهورنا دي جمهورنا دي أهلي بيعمل بينها مقارنة إن كورتنا كانت حلوة قوي من أول الموس أول ما توقفت المسابقة عشان مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كاس العرب رجعنا من بعدها إلى حد ما مش نفس الأهلي مش نفس الأهلي ما قبل البطول مقدرنا الحمد لله نرجع في النتيجة ونحصل من الله قبل صلاحنا رجعنا الدولي هنا عانينا نوعا ما مع فيوتشر وفقدنا أول نقطتين في ناس بتقول أنه برضو نفس الظروف دي بتنطبق على مشاركة المنتخب الوطني في أفريقيا وبالتالي الفرقة مش هتبقى مكتملة مش هتبقى بتتمرن مش هتبقى بتستعد متجمعة الوقت الكافي عشان تروح بقى لأهم وأصعب بطولة السنة دي بطولة كاس عالم لأندي رأيك إيه هو أنت مشكلة بقى في إيه في أنك ما تيجي تحط برنامج تدريبي بتخطط له ماشي من ناحية الفنية من ناحية الخططية بتقدر تجهز الفرقة أو بتقدر تحط برنامج مناسب لكل اللاعبين وزي ما قلت أنا في أثناء حوارنا يعني أنه في فروق فردية ممكن تقسمه للمجموعتين أو لتلات مجموعة وكل مجموعة يتحطي لها برنامج تدريب لكن الحاجة اللي تبقى صعبة شوية مع الضغوط النفسية والضغوط العصبية والشراك في البطولات والمناسبة على البطولات أنت بتحط دي ما تقدرس تشتر عليها أقول فدي بتأثر برضو إلى حد ما في مستوى الفريق ككل إنما ممكن تحط برنامج مثالي بين البطولات وبعضها وبين فترات اللي أنت بذلت فيها مجهود وأنك تحط برنامج أنك تخلي دائماً اللعيب في فورمة رياضية كويسة وحالة تدريبية كويسة إنه هو مع المباراة الرسمية إنما اللعيب اللي بيشترك في أكتر من أو بيشترك بشكل أساسي برضو لازم يتقصل لأن الضغوط النفسية والعصبية أعتقد حلولها يعني بنجد فيها صعوبة أنا مش قدر حطوله برنامج إنما ممكن أتكلم معاه نظري يعني أتعامل معاه بشكل كذا 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 في حوار نظري إنما آه من ناحية الفنية والخططية أقدر حط برنامج إنما دي ملهاش برنامج يعني الحقيقة وبتعتمد دايماً على شخصية اللاعب اللي هو يعني يفضل مستمر في القدرة على يحافظ على مستوى في أجواء تنافسية دي في الأحيان اللعيب بتهرب منها شوية نتيجة الاختلاف تكوين اللاعب نفسه النفسي والزهن بيبقى فيه اختلاف يعني عشان حطه برنامج أو سواء نظري أو عملي النقطة دي بشكل أهلي بطل أفريقيا سنتين متتاليتين بطل سوبر أفريقيا صاحب لقب برونزية العالم متوقع بشكل عام المنافسة في دوري الأبطال السنادي وفي الدوري المحلي مختلف عن السنوات اللي فايت تولى الأهلي السنادي في حد تانية لا أعتقد التنافس هيكون أقوى هيكون أقوى طبعاً محلياً وأفريقياً أنا شاف محلياً أنا شاف إن شاء الله إن شاء الله عندنا قدرة نتفوق على مستوى الأفريقي مستوى الأفريقيا إنما الدوري لا يقل صعوبة الحقيقة هيبقى السنادي على إحراز بطولة أفريقيا يعني هيبقى فيها تنافس كبير مشوار الأهلي في كاسر العالم لأن الفرق حتى الفرق في فرق صغيرة صعدة من سنة أو سنتين أو الموسم ده جداد ما فيش شك تدعيم المالي بيسمح لها إنها تقدر تجيب بعض اللاعبين على المستوى الفني مستوى جيد فأنا شايف يعني المستوى بقت متقربة حتى مش لو قسمنا الجدول كمستوى لتلت مجموعات الدور المصري شايف المستوى متقربة بين المجموعة الأولى والتانية أو حتى التالتة مجموعة الأولى فيها كم نادي لا إنه قسمنا و18 فرق يعني لو قسمنا لا من عايز عرف النسبة والتنسب بتاعت المجموعة الأولى والمجموعة الوسط ومجموعة القاع المجموعة الأولى أهلي وزمان الكوبيرمز أعتقد حتى الترتيب الجوري هو مؤشر لكده إنما المجموعة الثانية وفي مجموعة الثالثة هناك بعض الفرق يعني فيها نقطة أو يعني علامة استفهام يعني في النتاج ما قولين العرب والإسماعيلي مثلا حتى طلعها الجيش يعني إسماعيلي المقولين العرب ستة وطلعها الجيش خمسة والإسماعيلي اثنين أعتقد ممكن يكون في بعض المشاكل يعني ممكن تتحل لأن المفروض الفرق دي بتاريخها وإسمها وأيضا على مستوى اللاعبين بتوحهم عايزة روح لكاس العالب كاس العالب بالنسبة للأهلوية السندي بطولة مهمة جدا فرحانين بإنجاز السنة اللي فاتت ما فيه شك وفرحانين بميداليتين برونزيتين حقانهم في مشوارنا برضو متفقين لكن طموح الأهلي أو الأهلوية السندي إن احنا نوصل مباراة نهائية الأهلي يقدر يوصل لتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية من وجهة نظر كابتل محمود هو طبعا ما فيه شك هو أندية البطولات اللي متحقق بطولة هو بطولة متكررة تانية يعني بتاليها يعني أكيد مستوى التموح بيزي ما فيه شك أعتقد دي موجودة بس هي صعب صعب طبعا مش مسهولة طبعا ما أنا متأكد هي أصعب بطولة الأهلي السندي اللي هيلعب فيها يعني بالتدريج كده من أول ماتش مونتري المكسيكي مبارف في غاية الصعوبة فالمراسة هتبقى أصعب بكتير من السنة اللي فاتت طبعا وحتى لو تخططت الاثنين دول عشان توصل لنا تلعب مع تشيلسي في النهائي انت بتلعب بطل أوروبا وبتلعب واحد من أنجح الأدية على مستوى العالم كله يعني حقنا التالت 2006 اي وحقنا بعد كده 2020 2020 اي نتمنى ان شاء الله السندي تبقى مشاركة بنتيجة أفضل ان شاء الله بإذن الله ماورد طموح لازم يبقى كده انا ممكن منحاقش بس لازم دائما يعني مستوى الطموح لازم في الزجاجة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله والأهل السندي غير وده اللي يعني محسسنا ان شاء الله بالعناصر المميزة ومستوى التنفس زي ما قلنا اللعيبة مع بعضها أقوى من المسلمين الحمد لله ان شاء الله موفقين سواء منتخب مصر في بطولة كاس أوم أفريقيا الأهلي في كل بطولاته أفريقيا كاس عالم بطولات محلية خليني قبل مختم الحلقة أتوجه بخالص التعازي باسم طبعا كل زملائي في قناة النادي الأهلي وشكل خاص فريق عمل السادسة في وفاة والد كابتن عبدالواحد السيد طبعا نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك السابق وفاة والدته النهاردة طبعا خالص تعازينا وفاة والده أنا آسف بعتذر خالص تعازينا طبعا لكابتن عبدالواحد السيد وطبعا نتمنى يعني الرحمة والمغفرة للراحل وطبعا للأسرة كل الصبر والسلوان بشكر حيك شكرا جزيلا كابتن محمود وارتنا في السادسة وان شاء الله بإذن الله مشوار موفق احنا على بعد أيام خلاص بسيطة النهاردة تخلص مشاركة النجوم المحتلفين في الدولات الأوروبية وبالمناسبة شوت أول انتهى بين شلسي وليفر بول بنتيجة 2-2 بعد ما تقدم ليفر بنتيجة 2-0 وكان صلاح سجل هدف وديه يمكن الحسن الوحيدة اللي تحسب في الشوت الأول لليفر بول لكن للأسف شديد تمكن شلسي من التعادل في قبل نهاية الشوت الأول بشكر حيك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم وعلى كل خير ان شاء الله نتقابل على شاشة الأهلي دايما في تمام السادسة ترجمة نانسي قنقر